اهدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الانتصار التاريخي الذي حققته المهرة داهية بتحقيقها للمركز الأول في سباق رويل سكوت العريق إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه معتبرا أن الانجاز هو نتاج حقيقي لاهتمام جلالته برياضة الخيل والوقوف إلى جانب منظومتها الإدارية والفنية وعبر سمو عن اعتزازه بالدعم الكبير الذي يقدم الفارس الأول جلالة الملك المفدى لرياضة الفروسية الأمر الذي بعث فينا القوة والدافعة من أجل تأكيد الرعاية الملكية وتعزيزها بإنجازات نوعية بارزة على مختلف الأصعدة وضف سمو أن تحقيق المهرة داهية للمركز الأول في هذا السباق البريطاني الشهير والذي يعتبر من السباقات المهمة على المستوى العالمي إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها رياضة الخيل البحرينية كما تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على دعم مؤذرة سموه في السباق وكانت المهرة داهية ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد حققت المركز الأول في سباق 1200 متر للفئة الثالثة المخصصة لعمر السنتين مهرات فقط والتي قيمت على مضمار سكوت الشهير في بريطانيا حيث تمكنت المهرة بقيادة الفارس ديفيد إيغن من تحقيق المركز الأول من بين 25 مشاركا وسط متابعة المدرب روجر فيغنر ولتحقيق هذا الانتصار التاريخي لرياضة سباقات الخيل البحرينية قال سموه إنه تم تجهيز المهرة داهية للمشاركة في السباق وتهيئة كل السبل أمام الفارس والجهازين الفني والإداري وأشار سموه إلى أن السباق كان صعبا للغاية نظرا لتواجد نخبة من المهرات والفرسان العالميين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة إلا أن قراءة السباق بصورة جيدة والعمل على المعطيات والإمكانيات الفنية المتوافرة للمهرة والخبرة الفنية للفارس والمدرب أسهمت في تخطي جميع المنافسين والوصول إلى منصة التتويج لرفع اسم البحرين وعالمها عاليا في المحفل العالمي وضف سموه أنا سعيد بالانتصار التاريخي الذي حققته المهرة داهية وتكمن سعادتي في تمكني من ترجمة رؤية جلالة الملك المفدى لتحقيق الإنجازات باسم المملكة بالإضافة إلى أن الجهود التي بذلناها منذ فترة طويلة ترجمناها على أرض الواقع إلى إنجاز تاريخي يحسب للبحرين كما أن هذا الإنجاز جاء نتاجا لاجتهادات الجهازين الفني والإداري والفارس وأبدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تفاوله بتحقيق المزيد من الانتصارات لرياضة سباقات الخيل البحرينية في المحافل المقبلة ورفع اسم يعلم البحرين عاليا هذا الفوز ما هو يعني أولا غريب على تلميذ اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم وثانيا أهدي هذا الفوز إلى سيدي جلالة الملك اللي يعني هو السبب الأول والأخير اللي تلقاني في هذا العالم حي ما شاء الله الفرس يعني نعرفها من خبرة سباق واحد في السابق فرس راكدة ما شاء الله شفناها قبل الانطلاقة كيف كانت راكدة عرفنا وين نخلي الفرس تكون مجال وخاصة تعرف يعني السباق لي 25-26 حصان تغريبا يعني الضرف كان صعب جدا لكن ما شاء الله على الجوكي قدر أن يفوز وشفت أنت الفرحة في وجهه جوكي جديد وهذا أكبر انتصار له فالحمد الله أدى وكفه ووفه